لكن قرعة كاس مصر اللي أجريت النهاردة دور الاثنين وثلاثين أصفرت عن وقوع الأهلي مع الترسانة ترسانة أحد الأندية العريقة في اللعبة وبيلعب في الدرجة الثانية دلوقتي والزمالك هيلعب مركز شباب منية سمنود بقيت دور الاثنين وثلاثين بحسب القرعة برامز مع طنطة طلاع الجيش مع القناة النجوم مع حرص الحدود المصري مع فريق الجزيرة بمطروح بتروجدت مع مركز شباب تلا أو تلا انبي هيلعب شبان مسلمين هنا الداخلية مع المنصورة الانتاج الحربي مع اتحاد الشرطة مصر المقصة مع أبو قيرل الأسمدة ووادي دجلة هيلعب الجونة الإسماعيل هيلعب نصر الفكرية والمقولين مع المحلة سموها مع الألومنيوم الاتحاد السكندري مع بورتو السويس مباريات دور الاثنين وثلاثين هتتلعب تمانية تسعة عشر أحداشر أكتوبر مباريات اليوم الأخير بدون لعب المنتخب الأوليمبي والمباريات هتتلعب على ملاعب الفرق المذكورة أولا والحج عمر حسين رئيس تجنة المسابقات قال إنها يتم عمل اللعب بالوقت الإضافي ابتداء من هذا الدور طريق الأهلي زي ما حضراتكو فاكرين الأهلي كما أوضحنا سابقا حيلاعب الترسانة في دور الاثنين وثلاثين في حال تخطي الترسانة بإذن الله حيصطدم بالفائز من بيرامدز وطنطة يعني في دور الستاشر الأهلي لو كمل بإذن الله وتأهل عنده الفائز من بيرامدز وطنطة في حال التأهل بإذن الله من هذا الدور هيكون في طريقه طلايع الجيش أو القناة والنجوم أو حرص الحدود ده المواجهات المحتملة للأهلي في هذه البطولة في طريق يلاتي في كلمة كده تقالت اليوم الخير هتلعب بدون الدوليين مين اللي حيلع في اليوم ده مباريات اليوم الأخير الإسماعيل مع ناصر الفكرية ده لعيب بدون لعيب المنتخب اليوم الإسماعيل مع ناصر الفكرية المقولين مع غزة المحلة سموها مع الألمونيوم الاتحاد السكندري مع بورتو السويس